اشتركوا في القناة فينبغي الإخوان والأخوات لإكتار من الدعاء في هذا الوقت الآن بين العصري إلى غروب الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يسأل الله أحد فيها شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه فقوله صلى الله عليه وسلم لا يسأل الله فيها شيئا وهو قائم يصلي قال العلماء يعني ينتظر الصلاة فإن المنتظر للصلاة حكمه حكم المصلي لأن وقت العصر بالعصر المغرب ليس وقت صلاة فالمنتظر لصلاة المغرب حكمه حكم المصلي فينبغي أن نكتر إن شاء الله من الدعاء قبل غروب الشمس إن كنا في المسجد ويريد إن شاء الله الأمو ترجع إلى مجاريها إن شاء الله قريبا في المسجد وإن كان إنسان في مكتبه أو في بيته أو في سيارته أو في المستشفى انتاعه فعليه أن يتطهر وينتظر صلاة المغرب هذا الوقت التمين يا إخواني أخوات لا نضيعه في المسائل التي 100% أقل أهمية مهما يكون نوعا أقل أهمية من أنك تفوز بهذه الساعة تسأل الله أي شيء لا يسأل الله أحدا فيها شيء تفرج كربات المسلمين في سوريا في العرق في مصر في تونس في المغرب في بوصنية في الهند في العالم كله إلا أعطاه الله إياه اللهم وافقنا لأن نوافق هذه الساعة ونفوز بخير الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته